اه النهاردة برضو عشان في الاخبار كده على سترية من الحاجات المخيفة جدا واللي بعتقد ان وزارة الداخلية لازم تقف امامها وقوف كبير ومهم هروب ثلاث سجناء اخرين النهاردة من سجن طورة السجناء دول كانوا بيخضعوا للعلاج في مستشفى داخل المستشفى في السجن ويجن بيعدوا المرضى في المستشفى لقوا ثلاثة مش موجودين وطبعا في حالة من الاستنفار الامني زي ما بيقول الخبر اللي انفردت به النهاردة جريدة اليوم السابع يعني ان انت بتتكلم حوالين واحد من كتاب حلوان للسهربان يعقبه هروب ثلاث سجناء من طورة مش عايز اكرر هذه المخاوف اللي بتقول هل يا جماعة فيه واحد دخيل هل فيه اختراق هل فيه خيانة في الداخل يعني ايه ثلاث سجناء مع بعض يهربوا وبعدين اكتشفهم فجأة يعني يرمشوا بقى وروحوا واستقروا بعدين اكتشفناهم يعني مش في نفس اليوم مثلا ولا ايه اللي حصل بعتقد ان وزارة الداخلية مطالبة بان تعلن تفاصيل كل ما جرى في هذا الامر ايه حقيقة هروب هؤلاء السجناء خاصة ان هي جاي في اعقاب هروب واحد من كتائب حلوان ده يدعونا الى القلق الشديد وارجوا ان هما يبزول الجهد اللازم حتى لا يستمر هذا القلق او عشان ما يستغلش ده استغلال سيء على شبكات التواصل الاجتماعي سمسل الاجتماعي